موسيقى السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله اليوم من تجورة أيضا نتناول معلم من معالم هذه المنطقة ومن معالم ليبيا التاريخية منطقة تجورة من المناطق الغنية جدا بالمواقع التاريخية المنطقة قديمة سكنت مما قبل فترة ما قبل الإسلام وأيضا حتى ما بعد الإسلام وجد فيها الكثير من المواقع التاريخية منها من دثر ومنها ما هو قائم حتى يومين هذا سواء من لو نتكلم على الزوايا أو على المساجد أو على المباني التاريخية وبالتالي كلها تحتاج إلى دراسة وبحث بعضها سلط عليه الضوء وبعضها لا يزال مجهولا حتى هذه اللحظة اليوم اخترنا من منطقة العثمانية وتحديدا في ديار ريان زاوية الشيخ محمد أعمار وهي أحد المعالم التاريخية لتجورة أسيسة الزاوية في العهد القرامانلي حيث وجدنا أقدم وثيقة تعود لتاريخ 1178 هجري وهو يوافق 1764 للميلاد الوثيقة تؤرخ للتحبيس على هذه الزاوية الزاوية تستخدم اليوم كبيت للصلاة وتعليم القرآن الكريم وللذكر في بعض المواسم مثل الأعياد طبعا مؤسسة الزاوية هو الشيخ محمد أعمار كان أحد العلماء الذين وفدوا من المغرب وحطت به الرحال واختار أن يستقر في منطق التجورة فسكن فيها واستقر فيها وأسس الزاوية يقول صاحب الإشارات الشيخ عبد السلام التجوري عن صاحب الزاوية أن له تآليف في التوحيد والفقه وكان يلقي الدروس ويعلم الناس وطبعا هذا مما طلع عليه الشيخ عبد السلام التجوري ويذكر الرحالة محمد بن ناصر الدرعي وهو الشيخ المعروف أنه التقى بالشيخ أعمار وأن الزاوية في تلك الفترة كانت صرح علمي وحبست عليها الأوقاف والأراضي وينفق منها على الطلبة والمعلمين كما أن الزاوية حبست عليها الكثير من الكتب بعض العلماء والمشايخ أوقفوا مكتبات كاملة لهذه الزاوية طبعا أغلبها للأسف ضاع كثير من علماء درسوا في هذه الزاوية منهم العلماء الشيخ عبد الرحمن النعاس وأيضا كثير من المشايخ الذين توالوا على إدارة والتدريس والإمامة في هذه الزاوية نذكر منهم خصوصا من عائلة اشتاوي الشيخ أبو بكر اشتاوي لأم في هذه الزاوية فترة العشرين والشيخ محمد عبد الله اشتاوي فترة الثلاثينات والشيخ أحمد عبد الله اشتاوي في فترة الأربعينات كذلك الشيخ محمد بن أحمد اشتاوي والذي تولى الإمامة في هذه الزاوية أو المسجد فترة الخمسينات كذلك الستينات أيضا تلاه بعد ذلك شيخ أبو بكر الشتاوي وأخيرا في وقتنا هذا الشيخ عمار بوربعية الذي لا يزال إماما للمسجد والزاوية حتى هذه الفترة الزاوية طبعا أول ما تدخل الزاوية ستلاقيك فيها الاثنين من الأعمدة الرومانية القديمة وكذلك يعلوهما اثنان أيضا من التجان الرومانية القديمة أيضا الزاوية كان فيها مكان الأذان اللي هو العلواية القديمة اللي يركب فيها المؤذن فيصعد فوق باعتبار الناس الزمان طبعا ما فيش مكبرة الصوت وكذا فيطلع فوق ويأذن للصلاة ليصل الصوت إلى الجيران طبعا منطقة عامرة مأهولة ما شاء الله منذ قديم الزمن وزي ما ذكرنا أن الزاوية فيها كثير من الأوقاف ولها كثير من العقارات ولكن نتيجة أن المبنى قديم فللأسف تم إهماله حتى من قبل الدولة ولم تؤلف فيه أو تصدر عنه أي أبحاث أو تلقى عليه الأضواء لدراسته تاريخيا والبحث عنه الزاوية طبعا كان فيها على النمط القديم حسب محكوننا أهالي المنطقة أنه كان فيها حتى خلاوي لإقامة الطلبة ولإقامة الوافدين وكان يجوها الناس من مختلف مناطق تجورة للطلب العلم فيها وكان طبعا فيه اللي يدرس فيه زاوية الشيخ بوراوي وزاوية الشيخ بوكر فكان الناس فيهم اللي يدرس ويكمل فيه دراسته في الزاوية هذه يتلقى فيها العلوم من اللغة العربية ومن التفسير ومن النحو وزا مذكرنا أنه كان فيها عديد المشايخ اللي يلقوا في الدروسة هنا وطبعا هذا الشيء ليس غريب عن منطقة زيتة جورة اللي عرفت طوال تاريخها منذ دخول الإسلام إلى ليبيا بأنها منطقة غنية جدا بالمشايخ وبالعلماء وكانت دائما تصدر أو تبعث أو توفد العلماء منها إلى جميع المناطق في ليبيا ولازلنا في تجورة وقاعدين في قريب من منطقة زاوية عمار اللي كنا فيها فنحن الآن في منطقة أولاد التركي في جامع بريون لقديم جامع تقريبا الروايات اللي تتكلم عنها أنه هو بني على الأقل من 160 تقريبا إلى 180 سنة على الأقل هذه الروايات اللي نقدر نستنتج منها التاريخ طبعا ما فيه شيء موثق عن تاريخ بناء المسجد سواء من مخطوطات أو من كل الموجود عندنا من حقائق نقدر نبنع لها هي الروايات الشفوية لسكان المنطقة اللي يخدوها عن الناس الكبيرة والناس الأولى اللي كانت تتصلي في المسجد هو المسجد طبعا تاريخي وقديم كان مبني بالطريقة القديمة اللي نقول عليها نحن ضرب باب بالطين تم تجديده مرة واثنين وثلاثة حاليا قاعد المبنى بالنمط القديم نفس الصورة القديمة له تماما لكن المبنى طبعا بكل أسف غير موثق وغير مسجل ضمن المباني التاريخية وهذه دعوة لجهاز المدن التاريخية لزيارة هذا الموقع وتضمينه ضمن المعالم التاريخية لتجورة ولبلادنا عموما طبعا المسجد بني زما ذكرنا أنه تقريبا في 160 سنة 180 سنة يعني ما يوافق تقريبا للفترة القرامانلية نهاية الفترة القرامانلية أو بداية أو وسط فترة العهد العثماني الثاني ظل المسجد يمارس نفس وظيفته من الدعوة إلى الله عز وجل ومن اجتماع الناس هنا للصلاة وليقراءة القرآن لحد الآن يعني الآن هندخلنا المسجد وفي الطلبة يعني موجودين بيدخلوا لقراءة القرآن في المسجد مع شيخهم ومعلمهم في المسجد هنا المسجد طبعا كانت ليه أوقاف قديمة وموجودة يعني قريبة من المنطقة بعد مدة ضاق المسجد بالمصلين باعتبار المنطقة أصبحت مكتظة بالسكان حالها كحال أي منطقة في طرابلس وفي تجورة فتم بناء جامع بريون جديد يفصل بين المسجد القديم والمسجد الجديد يعني مجرد طريق فقط بني جامع الجديد في سنة 2000 تم افتتاحه فالناس تتصلي في المسجد القديم والمسجد الجديد لكن جئت فترة يعني وكأن المسجد يعني قلت عليه الأعداد المصلين هنا فبعض الناس من المنطقة وكأنها فكرة يعني حتى لا يذهب المسجد ويقفل ويذهب الأجر اللي فيه فتم كأنها فكرة يعني بحيث أنه يكون في فارق زمني في التوقيت بحيث أن المسجد هذا القديم الصلاة تكون فيه متأخرة عن الصلاة في المسجد الجديد اللي ما لاحقش نقوله يعني يصلي في جامعة جديد يجي يلقى الجامعة القديم مازال قاعدين ما قامتش فيه الصلاة وهذا طبعا فكرة طيبة الغرض منها أن الوقف على هذا المسجد وأساس بناء المسجد يظل كما هو رغم أن المسجد جديد يعني متسع وكبير جدا ويحمل جميع المصلين في الأوقات يعني يكفيهم بالكامل ولكن ضل هذا المسجد مفتوح وفعلا حتى إحنا يعني يجينا وقت الصلاة هنا يجينا في ناس بعدما جامع جديد أقفل أبوابه في ناس جاي هنا وقاعدة تلحق على الصلاة وتصلي طبعا زي ما ذكرنا عن المسجد وأنه لا يزال حتى اللحظة هذه قائم في أوقات الصلاة ويفتح أبوابه لطلبة القرآن الكريم لحفظ القرآن ولا يزال المسجد على النمط القديم كما يظهر في البناء الخارجي وكما يظهر في المحتوى الداخلي للمسجد وطريقة بناءه البسيطة التي تميز بها مساجدنا القديمة من حيث خلوها من الكثير من الزخارف وهذا كان النمط البناء القديم لمساجد ليبي عموما وفي تجورة واضح وملاحظ في أكثر المساجد هذا الشيء هذه شيء ورثناه من الأجيال السابقة إرث تاريخي يجب أن نسلمه للأجيال القادمة كما استلمناه نحن من الأجيال السابقة هذا شيء تاريخي ومعالم تاريخية تحكي تاريخ بلادنا وتحكي عن تاريخ نحن وعن إنجازات الناس لولا لشنخلونا من زوايا من مساجد من مباني من مدارس إرث تاريخي تحافظ عليه كل الأمم لأن هذا جزء من هويتها ومن تاريخها فمن لا يملك تاريخ لا يملك حاضر وليس له ماضي ولا يمكنه أن يكتب شيء من سيرته أو يحكي شيء للأجيال القادمة تحياتنا لكم من مدينة تجراء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة